صر ابنه اه عجل زي هو وطلع امبارح اه في مداخلة قالك مرتضى منصور انقذ النادي من العزبة ودمر العزبة يا ابن يا حبيبي دابوك هو اللي عملها عزبة يا ابن دابوك لو مش عاملها عزبة انت ما تشتغلش في النادي انت لا تبنك اي مؤهلات انت تشتغل في قطاع الكورة خالص فما بالك ان انت شغيل ومثف مدير شؤون مدير كورة او مدير شؤون الفريق الاول لكرة القدم لنادي الزمالة دا انت اطلا لو اما كانش ابوك قال ايه دا عزبة انت بيكوش اشتغل دابوك قالي بالنادي عزبة ليه قول اخوك داخوك يا ابن صيق مفاشل في الانتخابات ابوك عمله ليحف عشان يدخله تالي مابلس الوزارة بتتكلم وتقول ابوك اللي لابا العزبة دابوك اللي قلبها عزبة ده انت ابوك عملها عزبة عشان يشغلك انت واخوك. يدخلك يدخلك الفريل اول عشان يلمعك على افا النادي وعلى حساب النادي وانت فاشل. فاشل والدليل اللي بيعملو سرجاني وبيعملو بنشطي. واللي عملو النقض لما تجاكو على افاك ومشي. وانت اصلا فاشل. وابوك عمي ينفخ فيك يا فاشل. وجب اخوك اللي اتفرم في الانتخابات. عزل له الليحة عشان يدخلو نادي. ده ابوك يا ابني اللي عمل عزبة. ده ابوك حولها لعزبة مرتضى منصور واولاده. انت ابني عايش في الوهنة. ده انت متشتغلش في ماركة الشباب تلسك فريق نشيين. مش تلسك فريق الزمالك الفريق الاول اللي كنت القدم بالزمالك. بقى عمرت ايه وخبرت ايه وهنت ايه. طالع تقول اه مرتضى اللي لغى العزبة ده مرتضى خلاها عزبة عزبة مرتضى منصور وعياده. ده فعلا في الانتخادات ابوك فضل يهري وينكل في نفسه ويعايا ويتشند ويتنصد زي اليوه وعمل لايحة على مذابه عشان يدخل ابدأ اخروج الماجلس. طول يا ابويا اللي لغى العزبة ده ابوك خلاها عزبة مرتضى وعياده. ده انت بقول لك ما تشتغلش في ماركة الشباب. ما تشتغلش اي حاجة. ابوك مخليكو بيقعدوا بتحقيل على الاعلاميين. وده عطلهم لسان عشان اللي لمعهوك. عطلهم فوقوا فتكوينتا فاشل. طالع تقول مرتضى اللي لغى العزبة ده لغى عزبة. عاشة. وطالع تدرى التصريح على اصان باتشيكو. طالع تقول لعيل كافة. شغل في موقéchة احتلبٍ تقول لاخد مني الكلام وكتبه على اصان باتشيكو. يا فاشل. يما انت خايف خايف تقول لما توال ان تصل باتشيكو. إد تصريحات. بتعلف تصريحات على اصان باتشيكو يا فاشل. جاء بعيل فاشل زيلا. شغا بتحتيبين السلم. تقول له اكتب على اصان باتشيكو يا فاشل تقول لمرتصarla اللي لغى العزبة. ابوك ياولي اللي عمالة عزبة يات. ب constraintب انت مجبخيلش. ابوك علاج عزبة ديك ولاخوك. ده خليك معايا يا أستاذ علاء. فاكر انت في الانتخابات لما جمهور الزمالك قال له العزبة راهد. فاكر. اه لما جاي لسلمال عبوهاني زي ده. لما لقى العبال جمالة وميه يجيين عليه. راح جيين له دي اهاني. اجري اهاني راح جروف الجنينة. طب اسم حلا. يقول لك ابوها لك العزبة يا ابوك علاج عزبة يا. عزبة يا. زيتا متشتغلش في اي حيثة يا ابني. اه فقط. بانت واخوك ما تشتغلوش في اي حيثة. اه. بوك يعني بغلكوا عزبة. يا انا اخوك مسخر النادة بوك مسخر النادي. عشان ينبع اخوك في الانتخابات يا اه. واخوك مش هينجح. طلع تولي يا ابوها اللي لقى العزبة. بابوك يا ابنة لقى عزبة. طب خليك. اكتم بالله اهل مركز شباب فمصر. انت متشوفه. مش تشتغل فيه. طيب خلينا نسمع يا علوة. العزبة راهد نفكرهم بها. اول يوم. اول يوم كان الجمعير كلها قدعت لهم مفيش توريس. العزبة راهد. العزبة راهد. اهو. اهو شوف اهو. بحاول اجيبها لك اهو. اهو. يا جماعة من الانتخابات. لما كنت انا بغطي لانتخابات. والناس جعلت تهتف العزبة راحت العزبة راحت نخش يا أبو حميد على موضوع تفاصيل اللجنة اللي جاي أبو الباكر خلال ساعات الأربعاء واللي كانت السبب المشاجرة اللي انت انفردت بها اه اه اخلاص هيا فكرتني طالع دلوقتي المجلس المستشارة حتى قدال وإلقاء الراجل المحترم من قديل جليل المستشار جلال إبراهيم طبعا هو أحمد جلال قديل وراجل محترم وابوه طبعا أكثر من محتراما المستشار جلال إبراهيم بس أنا وزوجت كده ليه بعد جبعا مصدح وعرف اللي حصل وعرف أن أحمد جلال راجل هيكلف القانون وإي حاجة تطلبها أو أي حاجة يمشي مع القوانين بتاعت الدورة المصرية يرحب بيها فصل عند الوقت يجيب وراء أوصاد أحمد جلال هقول لحضرتك اللي جاء والأمور كلها هي دلوقتي حالة تفضل خدوك جديد بقى من على حضرة بكرة إن شاء الله سيد عبد الناصر باكر الأربعاء بقى مجموعة الجهاز المركز الفضل باكر الأربعاء النهاردة آه النهارة ما عليش مع القوانين لسه ما نمتش فيما دام لسه ما نمتش هتبري يوم معايا بتتد يعني وانا زي إن شاء الله النهاردة الأربع ماشي النهاردة الأربع في لجنة هتروح من الجهاز المركز المحاسبات ومعها أعضاء من وزارة الشياب ورياضة إن شاء الله زي ما قلنا مبارح هتفخص خزينة نادي الزمالك وتشوف آآ الدورة الدفترية المالية للنادي وطبعا بعد ما تبحث هتقدم تقريرها طبعا لجهاز المركز المحاسبات وطبعا بتوقع الوزارة برضو هيكون عندهم آآ بيانات اللي هيكون معاهم وبرضو هيلفعوا إيه تقريرهم برضو للوزارة وعندنا بعد كده آآ وزارة الشياب ورياضة شكلت لجنة لفحص كل الأندية مكونة من 14 عرض آآ ده طبعا بقرار مدير الإدارة العامة لعيئات بالوزارة آآ علاء فهمي ويكون فيها عضوية مدريت شاوب ورياضة بالجيزة والمدير المالي والإدارة بالمدرية وآآ مدير إدارة العيئات بالمدرية وطلاثة من أعضاء الشؤون القرونية بالوزارة وطلاثة برضو تفتيش مالي من وزارة شاوب ورياضة ودولا يكونوا موجودين يوم 11 علشان يفحصوا كل الأمور اللي تخص نادي الزمالك كل الأمور أي أمور تخص نادي الزمالك هذه اللاجنة المكونة من 14 هضو هتفحصها بالكامل 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 إذا هارضة متضح مبمنصور وهم نفسه واعد يقول لك مجلس الإدارة معي وأنا بقول له انت عدّاس مجلس الإدارة مش معاك مش عارف تكلم حدي في التليفون عرضت عليهم يقدموا استقالتهم والمجلس تسيب الدنيا فراغ آآ وكله يمشي قالولك مع نفسك تقلع الله انت وروح احنا عادين يا حبيبي ومش هنمشي متوهمش الرأي العام آآ ان المجلس معاك الناس كله عارفة ان محدش معاك وكل الموظفين في النادي والأعضاء في النادي عارفين ان محدش معاك وعارفين ان الأعضاء بتوع مجلس الإدارة محدش فيهم آآ هيقدم استقالتهم وانت هتتطرق خلال أيام وهتروح هتتطرق وهتروح تمام آآ عندنا بقى آآ شوية أخبار كده في قصة فريق كورة طبعا الزمالك عنده مباراة الخميس مع دجلة آآ ان شاء الله في الجولة آآ اتنين وثلاثين من الدول العام الزمالك طبعا بيعاني غيابات كبيرة في المباراة دي عنده محمود علاء موقوف وعنده امام عشور موقوف طبعا بعد عقوبة مباراة المصري وعنده وستدوباما موقوف محمود علاء وستدوباما تلات انذارات عنده فريداني ساسك منتخب تونس أشرب بن شارك في آآ منتخب المغرب فطبعا دي عناصر مهمة تجيبها على المباراة فطبعا الغيابات دي هتأثر على آآ باتشيكو على خطة المباراة بتاعتي آآ عندنا ودي دجلة تدبحوا عجل النهاردة هم خلاص بعد ما المباراة الاخيرة تبعوا عجلوا بقى بيكوزوا بيها بقوا أي مباراة في الدور دلوقتي بيتبعوا عجل قد المباراة هم عندهم طموحين هم يحصلوا على الخمسة على الثلاثة نقاط عفواً عندهم طموحين هم يحصلوا على الثلاثة نقاط بتبعوا عن مباراة آآ الزمالي عندي معلومة طبعا طبعا آآ مرتضى أحمد منصور المعزول آآ قدم مذكرة لوزارة الرياضة وعندي معلومة ان الوزارة درستها ومشور الكرونية ترفعها بكرة الوزير محمد ولجم كان عنده اصابة في الربة تعافى وشارك المباراة في التدريبات وهيكون من الاولاي المهمة اللي اعتمد عليها بتشيكوا في مباراة الخميس أمام ودي دجلة عندنا برضو اما في دجلة يديد محمد الال وعمر صالح برضو سبب الانضارات وهم الاثنين كل احتيهم عند بطلات الانضارات ويخذوا الانضارات دي في مباراة أصوار تمام عندنا الهلال السوداني طالب التعاقد مع رزاق السيسي وفتح خط مفاوضات مع الزمالك وطبعا رزاق السيسي معارض الاتحاد السكندري والاتحاد السكندري عنده رغبة ان رزاق السيسي يكمل مع زعيم السادة عندنا طبعا احمد تاززيز ولفت الانضار بصورة كبيرة وغاتلنا معلومات ان فيه اندية في الخليج بيتابعه لكن ما اعطيتش ان هو ارحل لان باتشيكوا متمسك دي جدا وغاتشيكوا شايف ان هو العيد محوري وان هو بيحلله بشكل كتير جوه الملعب وبيحلله الوغارتنيات كتيرة جدا جوه الملعب والمبارات المباراتين اللي هو حضرهم شايف ان الراجل بيقدم بشكل جاي جدا وخرج في المباراتين هو اللي من اول المباراتين فجاتلوا معلومة النهاردة اللي فيه ناس بيتابعه وفعلك لا جدوا هيكمل ومفيش خالص اي تفتير ان يرحل عن الفريق في نهاية الموسي دي كانت مجموعة للأخبار اللي عندنا النهاردة في نهاية الزامرة السيدة عبدالناصر شكرا جزيلا او سيدة علاء شكرا جزيلا شكرا جزيلا